11 مساء بتوقيت أبو ظبي الثامنة بتوقيت جينيف سوريا وجينيف اثنين من أين تبدأ المفاوضات بين الفرق لم يشهد مؤتمر جينيف اليوم تلك الأجواء العاصفة التي سادت الجلسة الافتتاحية بالأمس إذ ول الحديث أمام عدسات الكاميرا ليحل محله جدل ونقاش خلف الكواليس ليس بشكل مباشر وإنما من خلال وسطا الأخضر الإبراهيمي من جهة وعدد من ممثل الدول الداعمة لهذا الطرف أو ذاك من جهة أخرى سيبدأون جولات مكوكية بين أطراف الصراع في سوريا الهدف المعلن للإبراهيمي وغيره يتمثل في تحديد نقاط الالتقاء بين الأطراف إذ أن عملية التفاوض تبدأ من مكان ما فما هي إذن نقاط التقاطع بين الحكومة والمعارضة نجدت الملايين من اللاجئين السوريين المشردين داخل بلادهم وخارجها أم وضعوا حد للتدمير الممنهج للبنية التحتية في بلد باتت دمار والخراب سما مميزة له سوريا وجينيف اثنين من أين تبدأ المفاوضات بين الفرقاء؟ موضوع حوارنا الليلة على سكاي نيوز عربية مباشرة من جينيف حوار الليلة مع مهند الخطيب سوريا وجينيف اثنين من أين تبدأ المفاوضات بين الفرقاء؟ هذا عنوان حوارنا لهذه الليلة مباشرة من جينيف أرحب مرة أخرى بضيوف الليلة سيكون معنا بعد قليل المتحدث باسم الاتلاف الوطني السوري المعارض من هنا من جينيف السيد لؤي صافي وسيكون معنا من لندن السيد عمار وقاف الناشط السياسي السوري ومن الرياض عضو الاتلاف السوري المنسحب مصطفى نواف العلي أذكركم أنه بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك مرحبا بالضيوف أبدأ معك أستاذ مصطفى مساء الخير إذن من المفترض أن تبدأ الجولة الثنائية من المفاوضات غدا بعد انتهاء جولة الافتتاح أو الجلسة الافتتاحية في مونترو أمس التي استمعنا فيها إلى مواقف على الأقل المواقف المعلنة لجميع الأطراف الطرفان الأساسيان بشكل محدد طيب إذا كانت هذه هي المواقف النهائية لكل طرف فلماذا عملية التفاوض من الواضح أن المفاوضات فاشلة حتى قبل أن تبدأ ما رأيك؟ مساء الخير لك ولضيوفك والأستاذ المشاهدين اسمح لي قبل الدخول في موضوع جنيف أن أوجه التحية لأهلي في سوريا من أقصاها من شمالها إلى جنوبها ومن غربها إلى شرقها على صبرهم وصمودهم على هذا النظام لنصف قرن من الزمان وما زاله وأؤكد أيضا قبل أن أجيبك بأن هذا النظام لا يعرف إلا لغة القتل والدمار ولغة البراميل ولغة الإجرامة الذي لم يذكر في كتب التاريخ والمحاولة القفز على حقوق الناس واستغلال ملف الأقليات وما إلى ذلك من ألاعيبه التي أصبحت مكشوفة لدى العالم وخير مثال ما حصل في الأمس خلال كلمة المعلم عندما تحدث بكلمة لم تأتي بجديد وقبل أن يتحدث بكلمته جاءوا بوفد ديكوري أنا لا أنكر أن هذا الوفد كان له الأثر البصري إنما عندما تكلم المعلم انقلب هذا الأثر يعني عكسا فقد وضعوا الفتاة الحسناء إلى جانب من يركب ماشي ماشي ما فيش دعا للتفاصيل هذه أستاذ مصطفى دعا يعني خلينا نفوت بالموضوع مباشرة يعني أود أن أسمع منك إجابة إذا كانت هذه المواقف التي طرحت في الجلسة الافتداحية هي المواقف النهائية لماذا إذن الدخول في عملية تفاوضية تبدو فاشلة قبل أن تبدأ أخي مهند أنت تعلم أن وأنت تعلم موقفي تحديدا وتعلم أن الائتلاف عندما ذهب إنما لم يذهب برأي الأكثرية للأسف وإنما دفع وسحب إلى جينيف يعني بضغط دولي هائل ونحن ممن كما تفضلت أنت الآن نحن لا نؤمل شيئا من هذا المؤتمر وللأسف لا يوجد هناك نقاط التقاء يعني رأينا في الأمس طروحات النظام كانت الهوة واسعة ما بين ما طرحه ممثلي النظام وما بين الذي طرحه الأخوة وفد المعارضة ولم حتى أن الإبراهيمي اليوم قال كلمة هي تعبر عن واقع الحال ونحن مقتنعين بها تماما قال لنرى غدا وأنا لا أعلم ما سيحدث غدا وهو الراعي وهو العراب صحيح يعني لا أحد يعلم ما الذي سيحصل غدا أستاذ مصطفى هل أنتم المعترضون على الذهاب إلى جنيف هل تعترضون على الموقف الذي تقدم به السيد أحمد الجربة أمام المجتمعين في مونترو هل ما طرحه من مواقف للإئتلاف تختلفون معها بأي شكل من الأشكال نحن اختلفنا في موضوع الذهاب إلى جنيف وهذا خلاف في البيت الداخل عظيم ولكن الموقف الذي الآن سيطرح في جنيف هل أنتم مختلفون معه هل هناك شيء مما ورد في كلام السيد الجربة لا تتفقون معه لا نحن ندعم ما تفضل به السيد أحمد الجربة ندعمه بالكامل ونقف إلى جانبه ونحن برغم كل ما يحصل بيننا إلا أننا كنا نراقب الكلمة ومتوترين ننتظر ما هي الكلمات التي ستصدر عن زملائنا هناك وهو عبر عما يجول في صدورنا وعما نريد قوله ولا بل نحن ربما نذهب إلى أكثر من ذلك كويس هذا يتطلب منكم أن تدعموا الآن موقف الوفد التفاوضي الموجود في جنيف أليس كذلك لا شك أننا ندعم موقف الوفد التفاوضي في جنيف ولكن نحن لدينا محاذير كانت وما زالت نوصيهم بالدقة مع هذا النظام الخبير في التلاعب والخبير في المماطلة وأنا شخصيا قلت لك قبل قليل أني لا أؤمل كثيرا وكثير من زملائي لا نؤمل نتيجة لكن أنا أعتقد أن سيرجع الوفد من جنيف بأحد أمرين الأول أنه سيدخلونه في نفق مظلم طويل لا نهاية له وهذا ما نحذر زملائنا منه بأن لا يقبلوا بالتحول إلى جنيف ثلاثة وجنيف أربعة إلى ما هنالك وأن لا يدخلوا الشعب السوري في هذا النفق أهلهم الذين يعانون على الأرض ليكونوا حاضرين أمام أعينهم عندما يتفاوضوا مع هذا النظام الماكر هذا واحد في الحالة الثانية أتوقع نتيجة أخرى ربما الثانية أنهم سيعودون مقتنعين بأن لا مجال لا يرتجى نتيجة من التفاهم أو الجلوس أو التفاوض مع هذا النظام بأي شكل من الأشكال جيد سننتظر إذن لنرى على الأقل بداية هذه الجولة التفاوضية الثنائية دعني أنتقل إلى ضيفنا من لندن الأستاذ عمار وقاف النشط السياسي السوري مساء الخير أستاذ عمار مرحبا بك معنا أيضا في المقابل استمعنا إلى موقف من الحكومة السورية على لسان السيد وليد المعلم بالأمس واضح أن الحكومة في واد والمعارضة في وادي آخر على الأقل من المواقف المعلنة واضح أن وفد الحكومة جاء إلى جنيف لأهداف تختلف بشكل كلي وبشكل كامل عن أهداف المعارضة واضح أن أجندة الحكومة السورية في جنيف مختلفة بشكل كامل برأيك إذن كيف يمكن أن نسمي هذه المفاوضات إذا كان هذا الوفد الوفد الرسمي السوري جاء إلى جنيف محملا بهذه المواقف هذه ليست عملية تفاوضية وإنما إملاء وفرض مواقف على الطرف الآخر ما رأيك؟ مسألة خير مرة ثانية لا أعتقد أن المسألة مسألة إملاء وإنما هي مسألة يعني مسألة كيف تستطيع أن تضمن بشكل عملي نجاح أي اتفاق معين تدخل فيه إذا نظرنا إلى مثلا مسألة جنيف الآن على أساس بأنها هي جلسة تفاوضية بين الطرف الحكومي والطرف المعارض فنعم معك حق بأنه لن يحدث الكثير وسوف نتشائم إلى الأبد ولكن إذا نظرنا إلى عملية جنيف كعملية طويلة الأماد يعني تبدأ في مثلا اتفاق على أرضيات معينة ومن ثم يمكن البناء عليه شيئا فشيئا فأعتقد أن المقاربة الحكومة السورية للمسألة ربما هي أكثر منطقية من مقاربة بقية الأطراف كيف أكثر منطقية؟ نعم على سبيل المثال الحكومة السورية بعثت بوفد جله تقريبا من وزارة الخارجية وموظفي وزارة الخارجية يعني هذا الأمر بأنهم مهتمون أكثر بالحديث حول مسائل ليست داخلية يعني هم لم يبعثوا مثلا بوفد عسكري أو وفد أمني أو وفد من وزارة الداخلية أو وفد من وزارة التعليم ليتفاهموا حول هذه المسائل وإنما بعثوا بوفد من وزارة الخارجية أعتقد أن هم الحكومة السورية في الوقت الحالي هو تشكيل أرضية إقليمية لاتفاق ربما لاحقا قد يحدث بين الحكومة والمعارضة أو على الأقل مفاوضات وهي مقتنعة جدا أعتقد الحكومة السورية وقد عبرت تشكيل أرضية إقليمية لا يتطلب الجلوس إلى المعارضة السورية أستاذ عمار كان بإمكان الحكومة السورية أن تتصل مع الفرقاء الإقليميين والدوليين وتشكل هذه الأرضية التي تتحدث عنها وجودهم بشكل مباشر إلى جانب المعارضة له هدف آخر من الواضح لا أنا هنا أختلف معك شوي أول شيء المعارضة هي وفد من أصل أربعين وفد يعني إذا أنت لاحظت في دول كثيرة هي موجودة الدول الإقليمية لا الآن روحوا على بيوتوب هذه المزاعة السورية الآن هناك وفد معارضة ووفد حكومة سيبدأ بالتفاوض الجدي والفعلي غدا في جونيب نعم لكن المسألة هي فتح باب أرضية إقليمية وإذا لم تستطع الحكومة السورية توصل إلى تفاهمات لتحمي أي اتفاق داخلي مع المعارضة لاحقا فلا معنى لها كذا اتفاق الآن فيما يتعلق في وفد المعارضة نفسه اللي حضرتك عما تحكي فيه وفد المعارضة نفسه هو لا يمثل حتى كامل الائتلاف هو يمثل تقريبا نصف الائتلاف هناك معارضين آخرين لا بأس بالاستماع أعتقد كمرحلة أولى في هذا الوقت إلى ما يمكن لهؤلاء الناس أن يطرحوه على أساس أن يكون على خلفية جونيب واحد وهي خلفية أعتقد أنها مقبولة من قبل الطرفين ولا بأس بتبادل الأفكار يعني نحن التشنج الذي تحكي برأيك وفد الحكومة موافقة على اتخاذ جونيب واحد كمرجعية لهذه المفاوضات عفوا من آسف هل تعتقد بالفعل بأن الحكومة السورية موافقة على اتخاذ بيان جونيب واحد مرجعية لهذه الجولة من المفاوضات طبعا الحكومة السورية أيضا ساهمت حتى ولم تكن موجودة في حزيران العام الماضي في صياغة البيان إلا أنها ساهمت من خلال مثلا الممثلين الروس والصينيين في صياغة البيان وفي تعديل البنود بحيث أنها توافق عليه طبعا هي وأعتقد أنها موافقة طيب دعني إذا سمحتين لأستاذ عمار وأستاذ مصطفى ننتقل لنبدأ حوار مع ضيفنا هنا في جونيب المتحدث باسم الوفد الائتلاف السوري المعارض الأستاذ لؤي صافي مساء الخير أستاذ لؤي مرحبا بك معنا نتحدث عن نقاط الالتقاء نقاط التقاطع في أي عملية تفاوضية كما ورد في مقدمة هذه الحلقة لا بد أن تكون هناك على الأقل نقاط حد أدنى من التوافق هل هناك بالفعل هذا الحد الأدنى من التوافق الذي يمكن بدء عملية تفاوضية ذات معنى بين المعارضة والحكومة غدا الأمين العام للأمم المتحدة أرسل رسالة للوفدين وفد المعارضة وفد النظام قال في أن الهدف من هذه المفاوضات هو تشكيل هيئة حكم انتقالي لبدء عملية الانتقال في سوريا باتجاه مؤسسات تؤكد سيادة الشعب وقال أيضا في الرسالة أن مرجعية المفاوضات هو بيان جنيف واحد طبعا النظام الذي قال أولا أنه ذاهب بدون شروط أظهر خلاف ذلك في رسالة المعلم للأمين العام الاستجابة لرسالته قال أنه عندهم تحفظات حول ما ورد في الرسالة طبعا هناك بعض المؤشرات لهذه التحفظات لكن خلال الأيام القليلة القادمة ستظهر بوضوح هل هذا النظام ملتزم بالإطار المرجعي أم أنه كالعادة سيحاول أن يلتف ويراوغ حوله كما فهمنا هناك ربما صحيحني إذا كنت مخطئ هناك تعليمات صدرت لكم بعدم الانسحاب من هذه الجولة التفاوضية هل هذا كلام سليم بغض النظر عن المواقف الأولية التي يتخذها الطرف الآخر الأمين العالم المتحدة ومساعده الأخضر الإبراهيمي الذي يدير المفاوضات تمنوا على الوفدين أن يبقوا على الأقل الأسبوع الأول ولا ينسحب قبلها فمصطلح تعليمات هذه ربما سأخذه بحسن ظن لكن هو تمني كان بالتأكيد بحسن ظن أنا أتحدث عن إرشادات وليس تعليمات بالمعنى اللفظي طيب عظيم ما قلت صحيح أن هناك تمنيات فإذن وفد المعارضة باقي بغض النظر عما يسمعه غدا في جينيف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من وفد الحكومة السورية طبعا لأنه بصراحة أي بوفد ينسحب يعني غدا أو بعد غد دليل أنه ليس جاد في البحث عن حل سياسي نحن سنسعى نبدل الجهد لوضع المفاوضات في إطارها الصحيح وهذا يعني أن تكون حول تشكيل هيئة حكم انتقالي وضمن مرجعية جينيف ماذا لو قالت لكم أو لو قالت لكم وفد الحكومة رئيس الأسد لن يتنحى لن يكون هناك هيئة حكم انتقالي أنتم لا تمثلون إلا شريحة بسيطة من مكونات الشعب السوري ولا تمثلون المعارضة برمتها ونحن هنا لضمان وضع حد لما يسمى بالإرهاب على الأرض السورية هل ستواصلون التفاوض عند هذه المرحلة يعني طبعا لن أبدأ المفاوضات الآن هنا على التلفزيون لكن باختصار هناك يعني هذه المفاوضات تجري تحت رعاية الأمم المتحدة ونحن سنتوجه الأمم المتحدة بطلب واضح أن تلتزم تلتزم حكومة السورية بما تعهدت به عندما قبلت رسالة الدعوة وهو التفاوض حول تشكيل هيئة حكم انتقالي أي تهرب من هذا الاتزام سيؤكد للعالم أن هذا النظام أنا لا أعلم سيد دعوة إذا كانت الحكومة السورية قد قبلت في هذه المسألة لا أدري إذا كانت هذه المعلومات يعني أنت لديك معلومات أخرى أحنا ما نعرفه الوفد السوري الرسمي جاء إلى مونتريو وجينيف بهدف طرح مسألة واحدة مكافحة الإرهاب لن يكون هناك من وجهة نظر هذا الوفد حديث عن أي هيئة حكم انتقالي يعني أنا أعرف الرسالة مضمون الرسالة التي التزم بها النظام والرسالة هي واضحة في السياغة تقول من يقبل الدعوة فهو يعني هذا يعني أنه التزم بهدف المفاوضات والإطار المرجعي فيما يتعلق في ملف الإرهاب لن يكون صرحاء يعني من يحارب الإرهاب اليوم في سوريا هي المعارضة داعش يعني ظهر جليا للعالم الآن ضمن معلومات أنها حليف للنظام بينما المعارضة هي التي تحارب داعش فهذا الملف وهذه الحجة صحبت ند النظام وسيجد أن هناك جهد كبير سيبذله من أجل إعادة الملف مرة تاني إلى موضع لأنه أخذ من يده المطلوب الآن الإرهاب الكبير في سوريا هو إرهاب النظام الذي يقصف المدنيين يدمر القرى والمدن هل تريد إرهاب بهذا الحجم؟ يعني أي منظمة إرهابية في العالم ارتكبت من الجرائم ما ارتكبوا هذا النظام طيب أستاذ ذوي أرجو أن تبقى معنا أنت وباقي الضيوف سنتوقف مع فاصل قصير نأود بعده لمتابعة هذا الحوار من جنيف وسأطرح التساؤل إذا كان ما سمعناه بالأمس من السيد أحمد الجربة هو سقف الموقف المعارضة ما هو الحد الأدنى الذي يمكن أن تقبل به المعارضة السورية في هذه المفاوضات بعد الفاصل هذه الآن بعض المشاركات التي وردت من المشاهدين أسامى طارق على فيسبوك يقول على طرفي الصراع في سوريا الاتفاق فورا على وقف إطلاق النار وتمرير المساعدات عماد المعزوزي من جهته يرى أن حل الأزمة في سوريا يحتاج إلى وقت طويل وعلى كافة الأطراف المتنازعة احترام الآخر والقبول به أما آدم ميداد فيعتقد أن مكافحة الإرهاب ووقف التدخل الخارجي يمكن أن يكون بداية للتفاوض بين المعارضة والحكومة رضوان علي من جهته يقول لن يستطيع أي طرف في سوريا تقديم أي تنازلات لأن إرادة كل طرف مرهونة بجهات أجنبية تتحكم في قراره مصطفى البياتي على تويتر يقول تقريب وجهات النظر بين الطرفين صعبة فوفد دمشق ذهب لجنيف من أجل مكافحة الإرهاب ووفد المعارضة ذهب من أجل المطالبة برحيل الأسد إسلام العنصاري من جهته يعتقد أن النظام السوري أخذ الضوء من القوى الدولية ليفعل ما يريد وما مؤتمر جنيف إلا مسرحية هزلية سامر ملحم على جوجل بلاس يقول تنحي الأسد هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في سوريا أخيرا أمير صليبة يرى أن حل الأزمة السورية يكمن في انتخابات ديمقراطية يترشح فيها الجميع بمن فيهم بشار الأسد وعلى الجميع احترام نتائج هذه الانتخابات أعود إلى ضيفي من الرياض الأستاذ مصطفى نواف العلي دعني أبدأ أستاذ مصطفى بتعليق الأخ أمير صليبة آخر من قدم مشاركة في هذا الحوار والذي يقول حل الأزمة يكمن في انتخابات ديمقراطية للجميع الحق الترشح فيها بمن فيهم الرئيس السوري بشار الأسد اليوم استمعنا إلى موقف مشابه جدا من الرئيس الإيراني حسن روحاني في دافوس يقول لتكن هناك انتخابات ديمقراطية يترشح فيها من يرغب وهو يقبل بنتيجتها مهما كانت هل هذه نقطة يمكن أن يكون هناك لقاء عليها بين المعارضة والحكومة السورية سأجيبك بدقة وكلمات قليلات لكن اسمح لي أن أقول لأستاذ عمار صحيح نحن بيننا خلافات وهذا أمر واقع وأنا صرحت ذلك على الشاشات لكن أقول لك إن لم يكن بيننا خلافات فإذا نستنسخ أنفسنا من النظام الذي يسبح بحمد القائد ويسجد له ولا هناك وليس هناك سوى رأيه فاختلافنا هذا هو ظاهرة صحية يا أستاذ عمار وليس ظاهرة سلبية نعم أعود إلى سؤالك أستاذ مهند هذا يذكرني بقول المعلم أمس عندما يقول أي نتيجة أي نتيجة يؤكد على ذلك نصل إليها لابد من استفتاء شعبي يعني عام حول ما توصلنا إليه يعني من جنيف اثنين وسبقه بذلك وزير إعلامهم أنا أسأل سؤال هل سيستفتون التسع مليون المشردين والمهجرين أم سيستفتون مئات الألوف الذين يقبعون في السجون ولا نعلم من منهم بقي على قيد الحياة ومن منهم ما زال يعاني وأم سيستفتون المئات الألوف والملايين الذين يحاصرون ويمنع عنهم هذا النظام الذي يريد أن يجري انتخابات يمنع عنهم علبة الحليب ويمنع عنهم ربطة الخبز ويموتون الأطفال جوعا ولم يحصل ذلك في مجاعة من مجاعات أفريقيا وأنتم رأيتم بأم العين ما يحصل في المعظمية والغوطة الشرقية والغربية وما يعانيه أهلنا في حمص أي استفتاء فمن يتكلم يجب أن يتكلم يلامس المنطق ولو بقدر ضئيل أي استفتاء وفق هذه الظروف إيران لديها مشروع ولا ترى حتى لعلمك لا ترى حتى بشار الأسد بذاته هي تزدريه الآن إنما هم يرون ببشار الأسد هو وسيلة لتحقيق مشروعهم الفارسي الذي سيقتم ظهره نأمل ذلك إن شاء الله في سوريا وهم على شبه يعني اكتمل في المنطقة ولم تبقى لديهم إلا سوريا لذلك ورغم يعني ظروفهم في الحصار وعقوبات اقتصادية مع ذلك يدعمون دعم غير متناهي من جسور جوية ودعم مادي وإلى آخره وإلا كان أصلا في المنطق أن هذا النظام كان يجب أن يسقط منطقيا اقتصاديا قبل سنتين يا أخي ما زالته لديه دوائر يعني ولديه المشبيحة يقبضون الرواتب صحيح أنهم نهبوا كل ما في بيوت الشعب وكل ما يدخر الشعب لكن مع ذلك هم لم يتركوا شيء يعني يعني سوريا الآن في وضع يعني جعلها كارثة كارثة حقيقية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى ففي هذا الوضع الكارث في أي انتخابات يعني يتكلمون عنها لا يمكن أن يكون هذا ولا يمكن أن يكون ما ذكره المعلم كذلك قاعدة للمفاوضات التي ستفضي إلى شيء طبعا هي قطعا أنا أقول لك هي لن تفضي إلى شيء طيب دعني أنتقل إلى الأستاذ عمار وقاف مرة أخرى من لندن أستاذ عمار الموقف الذي استمعنا إليه بالأمس من السيد وليد المعلم هذا يعني يفترض أن يكون سقف الموقف السوري أعلى شيء يمكن أن يطالب به الجانب السوري الرسمي طيب هل برأيك وفد الحكومة أو الحكومة السورية بشكل عام لديها الاستعداد لديها الرغبة والإرادة والنية في أن تتفاوض على هذا الموقف ما هو الحد الأدنى الذي يمكن للحكومة أن تطرح على الوفد وفد المعارضة لأنه من الواضح أن ما طرح بالأمس غير مقبول ولا بأي شكل من الأشكال من قبل المعارضة شكرا بداية أود أن أرد التحية بأحسن منها للسيد مصطفى وأنا أدعوه أنه نحن كأشخاص سوريين بالغين موجود في هذا الموقع نحن على أكتافنا تقع عاتق بناء سوريا أفضل وأنا أعتقد أن الهدوء والمنطق أفضل بكثير من استفزاز والمشاعر أستطيع أن أتحدث مطولا عن كل الفضاعات التي ترتكب ولكن أود أن أركز على المسألة المنطقية بالعودة لسؤالك سيد الكريم أعتقد أن موقف الحكومة السورية الحالي هو يستند إلى المشروع الذي طرحه السيد بشار الأسد رئيس الجمهورية في العام الماضي مثل هذه الأيام عندما تحدث عن أعتقد في دار الأوبرا كان وإذا كنت أذكر في ذلك الوقت استند إلى قضية جينيف إلى وثيقة جينيف كأساس لهذا المشروع وقال بأننا تحدث عن النقاط التي تحدث فيها جينيف دائما يحلو للجميع التحدث عن النقطة الوحيدة هو خمس صفحات ليك هذا ألا وهي هيئة الحكم الانتقالي إنما هو حقيقة هيئة الحكم الانتقالي هي بند من أصل خمس صفحات فيه هناك حوار وطني فيه هناك وقف لإطلاق النار فيه هناك كذا فيه ما يتعلق بالاستفتاء ما ينصر جينيف أصلا الحكومة السورية لم تنفذ أي شيء منها كان مطلوب من الحكومة السورية مسألة وقف إطلاق النار كانت موجهة بالأساس للحكومة السورية عندما صدر بيان جينيف رقم واحد كان عدد ضحايا الأزمة في سوريا 12 ألف اليوم لدينا 130 ألف الوضع تخير بشكل كله يا سيد يا سيد مهند الحكومة السورية مجانين لحتى يوقفوا إطلاق النار من جانب واحد ما بدون شريكي يادوا معه ويبنوا معه هذا مطلوب في بيان جينيف واحد مطلوب في بيان جينيف واحد بس ليس مطلوب من الحكومة السورية مطلوب من الفرقاء يا سيدي شبنا أن الحكومة السورية بتوقف إذا كان مثلا السادة في الإتلاف إذا قرروا الآن أصلا وقف إطلاق النار رح يلتزم المسلحين اللي على الأرض تبعوا بوقف إطلاق النار في مسائل أكبر من هيك بكثير من أن نحن نأخذ النصوص بحرفيتها عموما ما ينساه الجميع هو أن الحكومة السورية ليست جسدا معلقا في الهواء هو يستند إلى قاعدة شعبية معينة هذه القاعدة الشعبية المعينة تستطيع أن تخوض بتفاصيل هل هي خمسين ستين أربعين عشرين اللي هو إلا أنها موجودة ولها رأي وهي التي تقيم الحكومة السورية يوميا على قدميها هؤلاء الناس لهم رأي وهؤلاء الناس أنا كشخص أود أن أستفتى في مستقبل بلدي ليس فقط والله أنا يقرر عني مع احترامي شديد لجميع في مناصبهم وهم لديهم يعني مني ثقة وتفويض إلا أنه هذا مستقبل بلد مستقبل أبنائي ومستقبل أحفادي وإلى ما هنالك فإذن أنا مع أنه يتم استفتاء معين في النقطة التي تطرحها وهي نقطة مهمة السيد مصطفى فيما يتعلق بالنازحين أعتقد أنه يجب يعني توفير تدابير معينة بحيث أن تكون هناك نوع من المقدرة على استطلاع رأي هؤلاء بشكل رسمي بمعنى استفتاء ربما الأمم المتحدة يتم في المناطق خارج الدولة السورية إلى ما هنالك لكن أعتقد أن كل مواطن سوري له الحق في عندما يعقد الاتفاق ما بين الحكومة وموثل المعارضة طبعا برعاية إقليمية برعاية دولية ويصل الأمر إلى أن نتفق أن هذا هو شكل الدولة السورية القادمة يجب أن يكون متاحا لكل مواطن سوري أن يكون رأيهم في هذا المجل جيد أستاذ لؤاي البعض يقول هنا في جنيف أنه ربما النقطة الأولى التي يمكن أن تنطلق منها هذه المفاوضات أو الحد الأدنى من نقاط الالتقاء سيكون حول ربما مسألتين إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أماكن معينة ربما حلب ربما ملاطق أخرى المسألة الأخرى هي توفير ممرات إنسانية في المناطق التي تمس حاجة الناس فيها للمعونات الإغاثية هل هذه من وجهة نظركم نقاط مقبولة كنقطة أو كخطوة أولى على طريق هذه الجولة التفاوضية من تسبب للمنورات الإنسانية تعلم أن أبسط حقوق الإنسان أن يجد طعام وشراب هذا يجب أن يكون مدار مفاوضة سياسية من يمنع الطعام عن الناس يرتكب جريمة حرب هذا في القانون الدولي وفي كل العراف والشرائع الإنسانية والسماوية فإذن نحن تكلمنا قبل ذهب إلى جنيف مع الدول الراعية للمفاوضات بما فيها روسيا في لقاء مع وزير خارجي الروسي وهو وعد وقال أن هناك جهد مستمر الآن لفتح ممارات الإنسانية وإيصال الغذاء والدواء وكان هو غير راضي عن سلوك الحكومة السورية فإذن نحن هذا لن يكون موضوع مفاوضات لكن القوى الدولية بأنها لا يمكن لسماح لأي نظام من أجل حصول على المكاسب لماذا لا يكون موضوع مفاوضات إذا كان بالإمكان وقف في أماكن محددة وتجنيب الناس ولو على الأقل لفترة معينة بعض القتلى بعض الضحايا بعض الدمار وأيضا تمكين بعض الذين يحتاجون للمساعدات من أن تصلهم هذه المساعدات لماذا لا تكون نقطة بداية في هذه المفاوضات يعني هذه النقاط كلها جزء من إطار جنيب يعني قضية سماح للمنظمات الأهلية والخيرية بالتحرك بحرية في البلاد إطلاق سلاح المعتقلين هذه من مرجعية جنيب النقاط الستة في جنيب بالإضافة إلى هيط حكم الانتقالي وهذا هو موضوع الحديث كيف تطبق ولكن ليس نكون تفاوض حول هل نفعل أو لا نفعل كيف تطبق وضمن أي إطار زمني هذا هو موضوع يعني شرع المفاوضات لكن أن ندخل في إطار من شربكم من طعميكم وأنتم تعطونا في المقابل هذا لن يكون موضوع المفاوضات طيب أستاذ لأي أرجو أن تبقى معنا أنت وباقي الضيوف سنتوقف مع فاصل الأخير نعود بعده لمواصلة الجزء المتبقي من هذا الحوار كونوا معنا سوريا وجونيف اثنين من أين تبدأ المفاوضات بين الفرقة هذا هو موضوع حوارنا في الجزء المتبقي منه أتوجه مرة أخرى إلى الرياض مع الأستاذ مصطفى نوافل علي أستاذ مصطفى نحن نتحدث عن نقاط التقاء يمكن الانطلاق منها في جولة المفاوضات الثنائية ابتداء من يوم الغد في جونيف برأيك هل هناك بالفعل نقاط التقاء أم أنه كما يقول البعض هذه المفاوضات عبثية لا طائلة منها ومن الأفضل أن يعود كل طرف إلى يعني من حيث أتى لأنه لن يكون هناك نتيجة ملموسة بسبب المواقف المعروفة أقول لك شيء أخي مهند أستاذ مهند الوفد الذي جاء إلينا عندما كنا نرفض الذهاب إلى جونيف نحن كمجموعة كبيرة من الأعضاء الائتلاف جاءوا إلينا سفراء مجموعة من الدول من بينهم أمريكا وفرنسا وبريطانيا والأخوات الأتراك وغيرهم ثم اجتمعوا إلينا كذلك مجموعة الداعش مثل ما يسموها جميعهم أكدوا أن اذهبوا إلى جونيف مع علمنا هم قالوا ذلك مع علمنا بأنه لن تكون هناك نتيجة نحن قلنا لهم لا يعني هناك هو كبير لا يمكن نحن وضفقا لهذه الظروف التي نراها طالما أنتم يعني تدفعون الآن إلى جونيف بعيدا عن يعني تحقيق مخرجات جونيف واحدة التي أنتم كنتم بأنفسكم تدفعون إليها يعني اذهبوا إلى جونيف بناء على واحد على مخرجات واحد والآن تخليتم عنها يعني وفقا لهذا يعني كما يقول المثل العامي يعني الموضوع من عنوانه فنحن لا نرى فيه خيرا قالوا ونحن كذلك نؤكد لكم أنه لن يكون هناك نتيجة ولا نتوقع نتيجة إيجابية هذا كلام جميع الرعاة أو أهم الرعاة لمؤتمر جنيف 2 نحن لا نرى لا نرى الحقيقة وممكن أن يكون هناك أي يعني نقاط التقاء وفقا لما يطرحه النظام ووفقا لما نحن نحمله لكن افتراضا افتراضا أننا وصلنا إلى هم يعني الآن النظام كما تعلم هم يحملون يعني جاءوا إلى جنيف 2 يحملون ملف مكافحة الإرهاب وليس لديهم سوى ذلك وهم يقصدون بذلك الثوار على الأرض وأنتم تعلمون منذ اللحظة الأولى يعني النظام حول أسماء الأطفال الذين بدأوا الثورة إلى إرهابيين وتعلمون كيف عاقبهم وكيف مثل بهم فهم الآن يريدون أن يأخذون الشرعية الدولية لتسمية الثوار على أنهم إرهابيين وبالتالي يصبحونهم محاربي الإرهاب النظام يصبح هو محاربي الإرهاب ويعني يعود على أسوأ مما كان عليه الحال لا بل يعني سيطلبون من العالم أن أنقذونا بالطائرات بلا طيار لكي تخلصونا من هؤلاء الثوار لكن إن كان لدي يعني متسع قليل من الوقت باختصار لو صحيح افتراضا جدلا هذا لن يحصل لكن أنا أفترض جدلا أننا وصلنا مع النظام إلى تشكيل يعني حكومة مشتركة مثلا كما يقولون أو يعني مشتركة ما بين النظام طبعا وبين لكل طرف حق الفيتو على الآخر كما يقال أو حق رفض الأشخاص الذين في النظام لن يقدم لك إلا نسخة منهم لن يقدم سوى نسخة من النظام تماما وبالتالي لن يكون هناك ستقع فيه أخرى لا حدود لها لن يقبل الثوار بما سيقدمه من أعضاء وهم كذلك وهم كذلك النظام بالمقابل لن يقبلوا بشخصيات معروفة من النظام وبالتالي هم يسعون يعني ليصيغوا معارضة على مقاسهم هم طيب ولكن الفيتو من الطرفين يعني يمكن أن يكون أستاذ مصطفى كما تدرك جيدا الفيتو يعني يمكن أن يفرض من الطرفين أستاذ لأي الأستاذ مصطفى أشار إلى أن الثوار على الأرض ربما لا يقبل ببعض ما يمكن التوصل إليه دائما الحكومة السورية تتساءل تطرح تساؤل وهو مشروع من وجهة نظر الكثيرين كيف يمكن للمعارضة أن تقنع الفصائل الموجودة اليوم على الأرض والتي هي بالعشرات إن لم يكن أكثر كيف يمكن للمعارضة أن تقنع كل هذه الفصائل التي تحارب اليوم في سوريا إذا تم التوصل الاتفاق على بعض الأمور المعينة هل تمون المعارضة على كل هؤلاء الموجودين اليوم في الساحة السورية لتستطيع أن تقول توصلنا إلى اتفاق مع الحكومة السورية تفضلوا تطبقوا هذه البنود يعني أولا نحن عمليا بدأنا الحرب على القسم الذي هو أرهابي فعلا داعش واكتشفنا أن بعض ضباطها بعض قادتها من ضباط الاستخبارات النظام يعني هي مخترقة ومتعاونة مع النظام بالنسبة للفصائل الأخرى هناك حوار حقيقة معها وهم عندهم مخاوف تفضل طبعا الأخ مصطفى بالتعبير عنها عندهم مخاوف أن نكون الذهاب إلى جنيف هو عبارة عن محاولة لإعطاء الشرعية للنظام وإعادة تأهيله بالنسبة لنا لن يكون هناك مجال للوصول إلى سوريا حرة سوريا المستقبل إلا أن نتجاوز حكم الفرد مشكلة سوريا هي حكم الفرد وهذا حكم الفرد أدى إلى فساد كبير أدى إلى نظام شكله يعني انتخابي ديمقراطي ناحية إجرائية هناك عملية إجراء ديمقراطية من حيث الشكل لكن محتوى هو عكس هذا تماما يعني حتى يكون عملية انتخابية مقبولة ديمقراطية يجب أن تكون حرة ونزيهة في سوريا وحتى ضيفك من لندن يعرف كما يعرف كل السوريين أن عملية انتخابية يتم التحكم فيها من أجهزة المخابرات كما يتم التحكم بالوزراء يعني الحكومة عبارة عن هي مظهر لكن السلطة بيد قادة الأجهزة الأمنية وطبعا القصر اللي هو الفرد فإذا نحن لا مخرج لنا كسوريين مما نحن فيه إذا لم نتجاوز حكم الفرد ونفكك هذه الأجهزة الأمنية بحيث تصبح وطنية تخدم الشعب لا تخدم الحاكم وطبعا تسألني هل هذا الفريق مفاوض مستعد القيام بذلك أقول لك يعني واضح قبل ما نبدأ المفاوضات أنه عنده تعليمات بأن يذهب ويعرقل ويطرح أمور غير قابلة للنقاش لكن نحن نريد حقيقة للعالم جميعا وأمس وجد يعني سمع العالم من خلال وزراء خارجية حوالي 30 دولة طبيعة هذا النظام وشهدوا الصور 11 ألف معتقل بقه جلدة وعظمة كما يقال في اللهجة الشامية جلدة وعظمة بقوا يعني جوعوهم ما أطعموهم ثم عذبوهم فوق ذلك هذا هو النظام إذن لن يخرج إلا من خلال ضغوط حقيقية من خلال حصار حقيقي وأعتقد أن هذا النظام سيلقى مصير الذي يستحق وتتحقق العدالة لكل هؤلاء لكل هؤلاء الذين قتلوا وعذبوا وأسروا وشردوا ودمرت منازلهم طيب لدي أقل من دقيقتين سأتوجه لأستاذ عمار فيهما أستاذ عمار يعني واضح أن الحكومة السورية النظام السوري ذهب إلى جنيف لأنه لم يتمكن من تحقيق كل أهدافه ميدانيا يعني لو لم يكن النظام مضطرا للذهاب إلى جنيف لما ذهب وبالتالي البعض يقول يجب على النظام أن يقبل ببعض طلبات المعارضة أو أن يقدم بعض التنازلات غير الموقف الذي استمعنا إليه بالأمس من السيد المعلم ما رأيك يعني أعتقد أن مسألة التوافق المشترك التي هي مذكورة وأساس مسألة جنيف واحد هي مسألة مهمة وإذا أراد أي طرف أن يطاع فليطلب المستطاع حقيقة يعني هناك رأي طويل عريض في الجانب الذي يناصر الحكومة السورية لا يتحدث على الإطلاق بأنه لن يرضى بكل هذا الذي يتم طرحه أود أن أعرج على المسألة التي ذكرها سيد لأي مرتين هي مسألة داعش أمر طريف جدا أن يكون هناك ضباط استخبارات إيرانية يقاتلوا مع داعش والحكومة العراقية كمان يعمد قاتل هنا داعش هي تنظيم بايع سيد أيمن الظواهري وباركه سيد أيمن الظواهري وليس قائد الباسيج أو الحرس الثوري فيما يتعلق ب أود أن أختم هنا المتاحة الأخيرة حول موضوع طلب المستطاع الحقيقة أنا ما أتمنى كمواطن سوري من هذه الجلسة الآن في جينيف أنا أعلم بأنهم لن يخرجوا باتفاق لعدة أسباب منها ضعف التمثيل الحقيقي لوفد الائتلاف الموجود هناك فيما يتعلق بطيف المعارضة الكامل وأساسا على القوى الفاعلة على الأرض لكن على الأقل إذا استطاع هذا الوفد مع الحكومة السورية تشكيل خلية عمل معينة ربما فيها أفكارا منطقية يمكن قبولها من الطرف الآخر بدل تبادل الاتهامات فأعتقد أن هذا من مصلحتي أنا كمواطن سوري وأتمنى أن يحصل هذا الأمر وأتمنى من كل شخص يغالي في الطلب سواء ليقول لجماهيره بأنه هو يعني يريد أن يحقق أن يكون واقعيا ومنطقيا قليلا ويعني فالمحاول بهذه الفرصة أن نمشي إلى أن نمضي إلى شكرا شكرا جزيلا أستاذ عمار وقاف النشط السياسي السوري كان معنا مباشرة من لندن شكرا لضيفنا من هنا من جنيف الأستاذ لؤي صافي المتحدث باسم الاتلاف السوري المعارض وشكرا لضيفنا من الرياض عضو الاتلاف السوري المنسحب الأستاذ مصطفى نواف العليم المتحدث